تعالوا نروح لي نتائج مباراة اليوم في الدولة الانجليزي الممتاز الجولة السادسة نيو كاسل النهاردة تعادل مع مانشستر سيتي واحد واحد وقف هنا اللحظة ورجع لي كده باسبوع يا كريم انت كنت قولت يا من اسبوع لما أرسنال تعادل هو مانشستر سيتي لما مانشستر سيتي تعادل في اللحظات الأخيرة مع أرسنال المباراة اللي أسيب فيها في الدقاءة الأولى رودري وهقرر الكلام تاني لو انت مش فاكروا معايا السيتي السنة دي هيعاني جدا جدا في الدورة وفي دورة أبطال أوروبا وانا رأيي السيتي اللي هيكسب الدورة وانا هيكسب دورة أبطال أوروبا السنة دي رودري اللاعب مش عايزة أقولي الوحيد في العالم بس على أقل في مانشستر سيتي الذي لا يعوض حتى هلند يعوض بأمور تكتكية وفنية هجومية يعملها بيب جارديول عادي رودري لا يعوض في مانشستر سيتي رودري له جزء كبير جدا من نجاحات مانشستر سيتي في السنين اللي فاتت لعيب خيالي في وسط الملعب دفاعيا وهجوميا وقدرات بدنية وكل شيء كل شيء سيتي النهاردة عانى عانى قدام أرسنال نيوكاسل كان قريم الفوزي النهاردة واكتفى نيوكاسل انه يتعادل فقط مع مانشستر سيتي للمبارات تانية على التوالي سيتي يفشل في الفوز في غياب رودري تحديدا يعني أرسنال نهاردة فاز على لستر سيتي أربعة اتنين وبرينفورد تعادل إجابان واحد واحد مع وستهام يونيتد تشيلسي أربعة اتنين أمام ايفرتون بالمر سجل سوبر هاتريك لعيب هايل على ان الحال الوقت ما عرفش بيب جورديولا استغنى عنه ازاي من السيتي لتشيلسي نهاردة مسجل سوبر هاتريك فاربعين دقيقة اصلا كان مسجل أربعة هداف نوترينجام فورست خسر قدام فولهم واحد لشيء وليفربول فاز على ويلفرامتون زي ما قد تحواتكم اتنين واحد في الدولة الاسبانية الجولة السامنة ختافي فاز على تيبرتيفو ألافز اتنين لشيء وليفاياكانو تعادل واحد واحد مع ليجانس وريال سيوسيداد فاز تلاتة لشيء على فالنسيا ووسسونة يا خبر انا داخل انا ما كنتش عارف النتيجة دي ماتش كنتش خلص وسسونة فاز أربعة على برشلونة أربعة اتنين تداخل كبيرة جدا برشلونة السنة دي اصلا في الدولة بيعمل النتائج دي هو اللي بيسجل أربعة وخمسة والحاجات دي وسسونة النهاردة كسب برشلونة أربعة اتنين كنت داخل انا الستوديو والنتائج كانت اتنين لأساسونة خلص أربعة في الدولة الاطالي الجولة السادسة انتر فاز على اودينيزي تلاتة اتنين ويوفنتوس فاز على جنوة تلاتة لشيء وبلونيا تعادل سلبيا مع أطلانت في الدولة الالمانية الجولة الخمسة فولفسبورج تعادل اتنين اتنين مع شتوتجارد وبروسيا مونش جلاتباخ فاز واحد لشيء على يونيون برلين وليبزيك فاز أربعة لشيء على اوكسبورج وفرايبورج خسر قدام سانت بولي تلاتة لشيء وهيدنهايم فاز اتنين لشيء على ماينز وبايرم يونيخ تعادل ايجابيا واحد واحد مع حامل اللقب بايرلي فاركوزين في الدوري الفرنسي الجولة السادسة لانس تعادل مع نيس سلبيا وموناكو بمشاركة محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم مشارك في هذه المباراة وموناكو فاز اتنين واحد على مونبيليا دي نتائج الدوريات الاوروبية اليوم نحن نكملين مع حضراتكم نهاردة الفقرة اللي جاية دي فيها كلام حلوة قوي هيحبوا جمهور نادي الزمالك من صديق عزيز شاطر جدا ومجتهد هو محمد داود جاي بحاجات مهمة جدا وجاي بحاجات كمان عن اللاعبين اللي تحت السن اللي الزمالك هيجيبهم اللي اتكلم عنهم الاستاذ هاني شكري عدو مجلس الادارة منذ لحظات خليكم معنا بعد الفاصل فقرة مهمة مع داود كلام حلو